السلام عليكم خوتي كيراكم ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله صحة كلها بس كيراكم خوتي وان شاء الله تكونوا بياه وبرك الله فيكم وربي يعفظكم ما تنسى واش خوتي تشاركوا معنا في القناة اللي رايشوف فينا جديد ومرحبا بالجميع ونبدأ موضوعنا تعنيوم خوتي اتحادية غامضة اتحادية خايفة اتحادية تخرج لك بيانات في منتصف الليل اتحادية او كا كومينيكي بعد البيان لطمئنة الشعب اتحادية غايبة على طول الخط ما عرفناش هذه الامور متعمدة ما عرفناش مدروسة ما عرفناش سويس بانس ما عرفناش ويلو الهوروك الى الامام المهم خوتي كتشوف العقوبات اللي راي تخرج خطرة على خطرة خاصة عقوبة المالية لاتحادية كي ما احنا نقولو رسلت الالفيفا العقوبة ما نشرتهاش الناس جابتها من موقع الاتحاد الدولي لكورة القدم والاتحادية الجزائرية لكورة القدم صمت عمي طرش لا يسمعون لا يتكلمون لا ينظرون كلي مكان ويلو حتى لي جات الارسالية ولا جات المعلومة من موقع الفيفا الاتحادية غايبة الاتحادية مكان حتى تصريح اتحادية تحط لك هذا الزلزال الوحدة تعليل امورها مكان حتى كومنيكاسي يبين يشرح يفضح ما فهم نوالو انا نقول رسلت الارسالية ما بين الاتحاد الدولي والاتحادية الجزائرية لكورة القدم بالصح شا فيها وشا ما فيهاش يبقى عند الله خوتي يبقى علم عند الله خاتل الاتحادية هذه رايدات سوالح اشتوهما الله اعلم مش عارفين يا رام خايفين رامي كي ما احنا نقولو يحطوه بالقطرة باش الناس ما تهيجي شعليهم ما بين الاب نوالو رامي مصوه في غضب الشعبي بشوية اليوم يعطيك عقوة مالية اليوم يعطيك الفقرة الاولى من الارسالية تاع الفيفا غضوه يعطيك ما علي باليش واش غضوه ما علي باليش هاكي يمصو غضب بالشعب خوتي اليوم تتزعف وتبعد تقارع ازعف قارع ازعف قارع حتى يبردوك حتى يبردوك خوتي رامي بهذا النهج الاتحادية الجزائرية لكورة القدم لماذا؟ لم نفهم فيها والد الاتحادية استقالوا ما استقالوش حبسوا ما حبسوش سوف يديروا انتخابات ما يديروش سوف يقعد عمارة ما يديروش الأعضاء التعوك والحاجة التي تحير خوتي بعد استقالة نية استقالة الاتحاد الجزائري لكرة القادم والتخبطات لي فيها أبدأ المناصب في الليجان هي ليست مناصب كبيرة لا لديها حتى أهمية لا لديها حتى دور هي مهمة لكن لكون جاءت فيه غير الظرف مثلا الاتحاد هذا مستقر الاتحاد في أعضاء ملاحل الاتحاد تبدأ كما لجنة مالية واحد لجنة مش عارف واحد مع أصغر الليجان معلش من بعد تطلع وعدنا تصفيات ولا بتكتصفيات خوتي عدنا انتخابات في 2023 يزيد يطلع واحد في اللجنة التنفيذية ويبدأ يرسم ولكن المشكل أن الأشياء مخبلة مجلطة أو دقعة ويزيدوا يعطوكم مناصب بالحمزة منصب هذا صاحب خاتش لا يريد أن يتبع شر شابير لا يريد أن يتبع عمار بهلول عشاء وخوتي يعطينوا منصب وويتا مورا منصب عمارة لازم أنا مش عارفنا نتبالي كينا حاجة كينا حاجة بالمعقول وبالعقل وبالواسم كينا حاجة المهم خوتي الباية اللي يجاء كالسيعيقة والمشكل الاتحادية الجزائرية ولا خبر كلنا يقولكم السر عند الاتحادية تحكم هذه اللجنة اللي رسلت هذا الخيطاب مش عارف الخيطاب أسكو كامل أسكو مكس صفحة أخرى أسكو مش مبعوث مجرد إيميل أسكو هذا الإيميل مش متبوع بإيميلات أخرى أسكو الاتحادية الجزائرية عارفت باللي الماتش لن يعاد ومكس منها وكون شي خروطه راكو نزيدون الدخول في المواضع الأخرى لكن اليوم غادي نشرحو خوتي هذه المرة نشرحو نشرحو هذا البيان هذا البيان خوتي شي قول أغنم لعليكم خوتي سمحوا لي سمحوا لي ربي أخدكم خوتي هذه الاتحادية وجاوبوها وجاوبوها بزيف إعلاميين جاوبوها بزيف إعلاميين واللوم يرجع لها ذرك اللوم يرجع للاتحادية للاتحادية زير وتصرف زير وتصرف الرعو خطي ردا على الشكوى المقدلة إلى لجنة الحكام أو لجنة حكام الفيفا بشأن مباراة الإياب الجزائر كاميرون 29 مارس 2022 مؤهلة لكأس العين فيفا قطر أبلغ الاتحاد الجزائري لكرة القادمة الفاف يوم 6 مايو 2022 ومراسلة من اللجنة المذكورة يكون محتوى كما يلي نأسف لأنه وفقا لتقديرك نأسف همارم زعفانين الفيفا زعفانا على خاتل اتحاد الجزائري لكرة القادمة سسمعوا نأسف لأنه وفقا لتقديرك يمكن أن يكون القرارات الحكام تأثير سلبي على مصار الاجتماع مصار الاجتماع أو المقابلة لقد لاحظنا جيدا عناصر رسالتك ويمكن بالفعل أن نضمن أن جميع الحوادث التي حدثت أثناء المباراة قد تم فحصها بعناية من قبل حكام الفيديو وفقا لعناصر اللعبة وبروتوكول المساعدة يعني الفيديو ولا الفيديو كيسموه الفار ولا العناصر تعالفار ولا الحكام تعالفار ولا مساعدين الحاكم الرئيسي حكام الفار يعتبره مساعدين حكام الرئيسي عاجوا كل الأخطاء بإدقة بإدقة تدخلي في الأشياء الفنية أو التقنية يعني الماتش من الفيفا الفيفا قد قسمها رأي ماتش باب قد قسمها رأي ماتش باب وأعضاء الفيديو ولا أعضاء الفار ولا لجنة الفار رأي ماتش باب وعاجت كل اللقاطات وعاجت كل اللقاطات بدقة وقال لك يؤسفني أنكم ترون أن هذا خطأ يعني الفيفا الفيديو قصامة وسوال الحمليع دارو ماتش باب والاتحادية الجزائرية هي اللي راي تشوف بلي لا ما دارتش للماتش وحنا قلنا يا خاتي إلا دارو ملف في أخطاء فنية وتقنية ياو زيرو خات كل الأقطار تقعد تقديرية للحاكم حتى 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 أخطاء الفيديو فار تقعد تابعا للحاكم هم حكام مساعدين يساعدوا مهمة التحكيم للحاكم والقرار الأخير يبقى للحاكم يا خاتي ما نظلوش نتبهلو وما نبدأو شعناه منها ومنها سارت قصامة دار لي دار لي عليه بسح يقعد تقديري قلناها وعودناها وقالوها الأخوة وعودوها قال لك هذا قصامة قبل اللقاء قال لك حاكم خبيث يعرف كيف يجري الماتش سارتي في ذبحك بسح بلا ما تحس بلا ما تحس وشوفوا خاتي ديجا عينو في الاتحاد الأفريقي وما تعرفش قادر يعينو في الألعاب في الموضي القاتر القادم ما كل شي متوقع كل شي متوقع كل شي متوقع أنا كي رسلت رأيت قول للاتحادية الجزائرية يا اتحادية أتو ما رأكم شايفين باللي قصامة ما دار شماتش شباب أرسلتو قلتونا تأكدو من غرفة الفار تأكدنا وشوفنا باللي غرفة الفار باللي غرفة الفار دارت واش اللي عليها قصامة ما دار واش اللي عليها نأسف أنكم رأكم تشكوا في هذه الأمور لأنها أمور صحيحة وما كان ويلو أنا على حساب قرائتي وفهمتي لهذا اللي كي يسمو لهذا البيان خوتي هاكا الفيفا قلتلك نأسف لأن الاتحادية الجزائرية لكورة القادم ترى هذه الشكوك ولي شايفت هذه الشكوك على شايفةهم خادش الفيفا تشوف ولا شايفت أن عمال الفيديو ولا عمال الفار ولا حكم الفار ولا لازنة الفار دارت واش عليها وعلقت وقرأت ونقشت كل اللقاطات اللي صارت في المقابلة هوب هب مات أنا قلتلكم يا خاتي يا خاتي قلناها ونعودوها يا اللي عنده دليل يا اللي عنده حاجة يا اللي عنده مش عارف واش يرسلها للااتحادية ويصورها يرسلها خاتر اتحادية هيئة رسمية والفيفام تعمل مع الهيئات دولية ولا عندك رشوة ولا عندك مراهنات ارسلها للمنظمات المعروفة وللمنظمات الخاصة المنظمات الخاصة من الهيئة الكراوية اللي هي الفيفا الفيفا ما تتعاملش مق concerts الاوري rail للفيفا ما تتعاملش مع اي مكتب محامات جيبلي الممحامي uting blanket لا لا لازم يكون عندك ختم من الفيفا و لازم ايكون عندك تفوير يا الرب الالي باش تروح الى الفيفا لازم يكون عندك تفوير تفوير مين من العناصر اللعبة و خاصة كي وتكون قضايا كما ك لازم الاتحادية الجزائرية تكون here's the family incredتeen! لا تكن محيمات! لا تكن ميكتب الكوبي! أي ا anticipate keep inform time! اللي عنده حاجة يرسلة للاتحادية ويصور هذه التجابةست للاتحادية كانت minor, كامilla TV ซيح نفت المودات quote final هي هي التي تكون هي التي تُردure عليها الفيفا و هي هي التي تقبل الشكوتها اما غير هذا مكيش ابر المنظمات العالمية ولا منظمة مكافحة الفساد ليس مكافحة الفساد تسموه مراد مازار لا خافي لانها انتربول وما شابه للدخلين في الامم المتعيدة تابعين باللجنة الولمبية تابعين للفيفا هذا وهو ترسلهم موضوع ترسلهم انت كصحافي تنقشهم كصحافي تبعث لهم مؤشرات وهم يديروا تحقيق ومراهدك تحقيق يطول وبعد يحوسوا وحوسوا وخرجوا مذكرة فماك الفيفا تتحرك بس عتايا كمحامي عادي ولا كشخص عادي تروح تحط تبوزي شكوى على بشي عودوا لك ماتش ليس نبورتك يا خاتي افهموا يا خاتي الاتحادية الجزائرية لكورة القدم كهيئة رسمية وكهيئة تابعة وتنطاوي تحتها الفيفا هي المخاول لها الوحيدة بمعالجة هذه القضية يعني اللي عنده رشوة اللي عنده قوادة اللي عنده معلبة ليشواش يعني يحطها للاتحادية سهلة روح للإيميل تاع الاتحادية ادي انفواي توصل باللي وصلتهم كما نقوله خلصت منك المشكلة ووري للشعب قال يا شعب هاني رسلت البيانات ارسلت اخطاء قاسامة ارسلت رشوة القاسامة ارسلتهم للاتحادية الجزائرية لكورة القدم وهي ما درتوله فهمك خوتي نرفع القباعة لكل شخص فهمك صعي رحت مسئوليتك بسعبش انته تتكفل بالمسئولية هذه مكاش منها هذه مكاش منها لازم الاتحادية الاتحادية لديك رشوة وعندك اشوالة وعندك الدنيا وعندك مخلطة والاتحادية هي المكلفة هي اللي تقفز بالامور هي اللي تطير عندها رشوة صعية الماشره مضمون الماشره مضمون خوتي لا تعاود الماشره لا يتعاود الفهما المراهنات حتى لو الفيفا شكل وكان ضغط اعلامي ليس من المواقع خوتي من الصحافة المؤثرة من الأقلام المؤثرة من الصحفيين الخبار من الصحفيين ذو السمعة الذين يقولون ذو الصان و ذو مونديال واذا؟ أي جريدة رسمية أو موقع إلكتروني عالمي 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 ولي عنده لي عنده الحصريات فيفا ولي عنده خيوط داخل فيفا فماك نقولك ووه وعنده مونديال يجب نقلة على فنك ونقلة على فود ونقلة على ذلك لا تهبلون فهموا يا خوتي يرحم بابكم الناس يريد أن نعبوا المونديال وأنهم يريدون أن نعبوا المونديال لكن لا يحشون أخوتي أنا قد تهو نعاودها الوقفة التي تعلوها مليحة ونهضر عليها في الموضوع الثاني السلام عليكم وطلقوا في رواحكم بسلام